كيف يكون الاستثمر في الأبناء خاصة مع إيجاد أفكار إيجاد أفكار لا تكلف شيء مادياً لكنها تستثمر في الأبناء بالنسبة للإجازة يعني كثير من الناس يعني يتعلق بالأبناء مجرد تعلق عاطفي فيحقق فيهم معنى التعاطف فقط والتعاطف واحدة لا يكفي لا بد من التعاطف والحكمة الحكمة الممزوجة بالحزم لأنه لا بد أن أصمم لهم برامج استثمر في عقولهم وستثمر في مهاراتهم بعض الأبناء يحفظ بعض الأبناء عنده دبرة ممكن أن يمسك ميزانية الصيف بعض الأبناء ممكن يصيرهم المسؤول في الرحلة السياحية أو النزة أو المصيف إذا كان عندنا مصيف مثلاً فيجعل اليوم يمسكوا فلان واليوم تمسكوا فلانة أعطاهم المسؤوليات كاملة ترى من يوم المطاعم عليك الاختيارات عليك المكان النزة عليك هذا يشعرون بالثقة الحساب عليك ولا مانع إذا كان في توزيع لبعض الثروات لا مانع أو الميزانيات مثلاً حيث يكون هناك دبرة الدبرة في إدارة هذا المال هذه الأشياء تصنع حواراً إيجابياً بين الأب والأبناء لماذا اخترت هذا المكان لماذا جعلت هذا الأمر كذا أنا أريد كذا أنت تريد كذا هذه الحوارات تجعل فجوة البعد بسبب الوظائف أو البعد بسبب الانشغال بالدراسة والأصدقاء واللعب والكذا يصير في قرب نفسي يعني إذا خرجنا من البيت يعني من الحلول التي مواجهة الألعاب الإلكترونية الخروج من المنزل صحيح هي مهام نعم يلا بنروح نصلح السيارة يلا يولدي بنروح نشتيغراض البيت يلا بنروح سوق الكبرة يلا بنروح الخضرة يعني و بنروح يعني نصلح الأجهزة مددة في البيت ها بنروح نجيب نجارين وصبغين وكذا ونتفاوض معهم ويعرف التماكس بينك وبين هؤلاء العمال وكيف تختار السلع وكذا وتعطي مسؤوليات يعني لماذا نحن نختار ما يأكلون ونختار ما يلبسون ونختار ما يركبون من السيارات ونختار وسير اختيارات أنا نحن لا نجعل لهم مجال بل حتى لو أردنا نشتري سيارة جديدة لعائلة أو نسكو بيتا جديدا لعائلة ينبغي نشاركه في التخطيط تعال خطط معنا المجلس خطط معنا حديقة خطط معنا من الأشياء التي تملأ الوقت في المنزل القيام بأعمال المنزل المختلفة الزراعة سقياها العناية ببعض الحيوانات الموجودة في البيت من الطيور والقطاط وبعض الحيوانات التي يعني تأخذ جزء من الوقت أصلاح الأشياء التي يمكن أصلاحها أصلاح أشياء أصلاحها أو التعاون مع المصلح لذياتي الإصلاحها لحمل السلم وحمل الأغاظ ورؤية مكمن الخطأ وطريقة التصليح وهكذا يعني إشراك الأبناء في جميع مهام الآباء أو الأمهات بالنسبة للبنات هذا شيء مهم جدا هذا البرنامج برعاية مؤسسة العجيم الخيرية